منذ هجوم السابع من أكتوبر الماضي تصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية أعمال العنف هذه وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 15 عاما وعند الحديث عن هذه التطورات العنيفة فهذا لا يقتصر على اجتياحات القوات الإسرائيلية المتواصلة والواسعة للضفة الغربية فقط وإنما نتحدث عن اعتداءات المستوطنين أيضا على الفلسطينيين في الضفة الغربية هيئة مقاومة الجدار والاستطان ذكرت أن المستوطنين نفذوا 220 اعتداء في الضفة الغربية تركزت هذه الاعتداءات في محافظة نابلس بأكثر من 60 اعتداء وكذا في محافظة الخليل أما في بيت لحم فقد سجل 25 اعتداء ولفتت الهيئة إلى أن المستوطنين نفذوا خلال اعتداءاتهم قرابة 180 عملية تخريب واعتداء على ممتلكات الفلسطينيين إضافة إلى تسجيل عدة محاولات لإيقامة بؤر استطانية جديدة في بيت لحم وسلفيت وراملة وطوباس ومحاولة الشق شوارع في نابلس والخليل وسلفيت هيئة مقاومة الجدار والاستطان قالت أيضا أن المستوطنين يستغلون أعلان الحرب والطوارئ في إسرائيل لاستكمال مخططات التهجير القسري في أكتوبر الماضي هجرت 35 عائلة قسريا من أربعة تجمعات بدوية في محافظتي راملة والخليل كما تواصل تهديد تجمعات أخرى شرقي أريحة ومع اندلاع الحرب سهلت إسرائيل شروط منح ترخيصة بحمل السلاح وتعاهدت الحكومة بتوزيع أسلحة على المستوطنين